والتفاصيل 47 دنوما جديدا يصادرها الاحتلال في محيط معبر الظهرية جنوب الخليل بحجة الدواع الأمنية ما جعل 12 أسرة من عائلة أبو علان يفقدون الأرض التي يعتاشون منها بعد أن رمى الاحتلال بورقة صغيرة كتب عليها قراروا وضع اليد هذه الأراضي نعتمد عليها لزراعتنا وفي عائلة 12 عائلة يعيشة من وراهم الآن لما تصادر هذه الأرض طبعا رايحة تنعكس العكاس سلب على الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي اللي هم عايشينه وهذه الأرض تحديدا اعتمادهم الكل عليها أصحاب الأرض وبلدية الظهرية سعوا منذ اللحظة الأولى للمعرفة بالقرار المجحف إلى التحرك على صعيد قانوني ودولي من خلال مؤسسات حقوقية مختلفة لإيقاف هذا القرار استدعينا جميع الأهالي اللي إلهم حق الملكي في هذه الأراضي وزودناهم بأوراق ثوتي لإستصدار أوراق إخراجات قيد الأراضي بأسماعهم لتقديمها للجهات المعنية للمحكمة للمحاميين لتوكيل لجمعية الدفاع الأراضي لحقوق الإنسان ألف العمال يقطعون هذا المعبر يوميا للعمل داخل الخط الأخضر بعضهم يركن مركبته إلى جانب المعبر يرى الاحتلال وأنهم ومركباتهم يشكلون خطرا على مستوطني مستوطنة تينا وتحسبا لوقوع حدث أمني تصادر أراضي المواطنين هذا هو معبر الظاهرية الذي يفصل الفلسطينيين عن أراضيهم التاريخية وهو ذاته الذي يسعى الاحتلال اليوم للتوسعاته لزيادة الخناق عليهم من معبر الظاهرية جنوب الخليل عرين العملة تلفزيون فلسطين